خلال زيارته إلى مدرية الريدة وقصيع الشرق حضر موت تفقد المحافظ مبخوط بن ماضي عددا من المشاريع الخدمية في المدرية ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى كما عقد المحافظ لقاء موسعا بأعضاء المكتب التنفيذي والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية وممثل الأحزاف في المدرية البوصلة اتجهد نحو البناطق الشرقية حيث حط محافظ حضر موت رحله في المدرية التالية الريدة وقصيع رفقة عدد من قيادات السلطة المحلية بمحافظة حضر موت عقب زيارته للمدرية السابقة لها الديس الشرقية وضع المحافظ ماضي خلال زيارته التفقدية حجر الأساس لمشروع تاهيل مركز الإنزال السمكي في منطقة القرين بتمويل من الحكومة الألمانية ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء شعب تعليمية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في تخصصات الميكانيكا والمحاسبة بتمويل من جمعية النجاة الخيرية ومواصلة لتهيئة للعام الدراسي الجديد تفقد المحافظ بماضي المشاريع التربوية بمدينتي الريدة وقصعر بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة كما زار المحافظ محطة كهرباء الريدة مطلعا على المحطة الجديدة البال قدرتها عشرة ميجاوات ومدشنا مشروع ربط مدينة اقصعر من الريدة بالخط الناقل 33 كيلو فولت ومتفقدا الخدمات الطبية بمستشفى الريدة وقصعر ومطلعا على عمل البعثة الطبية الروسية العاملة بالمشفى موجها برفع النواقص والاحتياجات إلى ذلك قام محافظ حضر موت بجولة بالسوق العام وسواحل مدينة اقصعر موجها برفع المخلفات عن السواحل ومعالجة مشاكل الصرف الصحي إضافة إلى تفقده عدد من المشاريع الرياضية في المديرية المحافظ استمع خلال اللقاء الموسع الذي عقده إلى أوضاع المواطنين وأبرز الصعوبات التي يشكو منها أهالي المديرية مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بمدريتهم والتي تعد البوابة الشرقية لمحافظة حضر موت وخلال زيارته التفقدية شاد محافظ حضر موت بيقظة وانضباط أفراد النقطة العسكرية بمنطقة إحضاتهم مثمنا في السياق لجهود قوات النقطة الحضرمية مؤكدا أن ما يقومون به من مهام جليلة في حفظ الأمن هي محل تقدير قيادة السلطة المحلية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر